اغلب الهجمات التي توصف بالارهابية لم ينفذها مسلمون ليس تفاؤلا ولا ادعاء بل هي نتيجة خلصت اليها دراسة امريكية تقول بما لا يدع مجالا للشك ان المسلمين اكثر من مسالمين بل ان الارهاب هو حرفة غيرهم معهد الامة الامريكي للابحاث قال ان اغلب الهجمات الارهابية التي وقعت في الولايات المتحدة خلال ثماني سنوات منذ عام الفين وثمانية وحتى عام الفين وستة عشر نفذتها جماعات متطرفة لا علاقة لها بالاسلام لكنها الصقت به الدراسة تقول ان ثلاثة وستين هجوما ارهابيا من اصل مئتي هجوم تقريبا وقعت في الفترة تلك قد ارتكبتها جماعات ذات دوافع واديولوجيات سياسية اكثر من كونها مرتبطة بالدين الاسلامي كتنظيم الدولة لكن المفارقة هي ان اكثر من مائة وخمسة عشر هجوما وقع في تلك الفترة بيد يمينيين متطرفين من ذوي البشرة البيضاء اي اكثر بمراحل مما وقع بيد متطرفين قد نسبوا ظلما الى الاسلام حسب الدراسة هجمات اليمينيين البيض اتخذت اشكالا متعددة ولم تقتصر ايضا على الولايات المتحدة الامريكية بل امتدت الى اوروبا اخرها كان حادثتا الدهس في لندن ونيوكاسل البريطانيتين وتلك حادثتان كان ضحيتها مسلمون خارجون من الصلاة في المسجد اللافت ان تلك الافعال لم تلقى رد فعل متكاملا من الحكومات اذ لم يكن من الحكومة البريطانية الا ان فتحت تحقيقا في الحادث دون معالجة حقيقية لجذور المشكلة بينما يقول كثير من المراقبين ان المشكلة قد شبت عن الطوق وخرجت عن السيطرة